فبلاش اثارة الحقد والضغينة والفيسبوك اللي عم بملي كلها الشعارات اتكلم للمسيحين شورك انك فعلا تتكلم كلام محب وكلام مسامعة وغفران لاخوتنا المسلمين لانه برضو خطية امام الله اذا انت في قلبك عم تكره واذا انت عندك ضغين اتجاه اخوك المسلم هذا تعتبر خطية القتل وبردو لازم انتوب عنها بس برضو المسيحية قوية مش خايفة على الله بتدافع عنه ولا خايفة على يسوع المسيح بتحط حوله اصوار لا بالعكس التلاميذ لما خرجوا ماتوا من اجل المسيح وملايين اللي استشهدوا من اجل رسالة يسوع المسيح وملايين اللي واجهوا العالم بكل بصدر رحب ومفتوح واطعموا في مصارعات الجبابرة للوحوش الرديئة ويمكن لي بحبك انك تشوف الحلقة الاسبوع اللي مضى انا مسيحي شو هي كانت مواصفات المسيحين الاوائل كيف واجهوا العالم كيف تحدوا العالم وهم عم بيقتلوا عم يموتوا وعم يستشهدوا شوف الكلمات اللي كانت تطلع منهم عنا مثال استفانوس لا تقم لهم هذه الخطئة طبعا عم برجموك الرجم لحجار نازل عليه ما قالش العنهم بيدهم اغفر لهم لا تقم لهم هذه الخطئة موسيقى